قط مشاهدينا لتنوير الرأي العام وتوضيح بعض اللبس حبيت الشيخ نطرح لك سؤال مؤخرا أو الأسبوع الماضي شفناك رقيت سيدة فوزية وأنك كلمت الجن شركز وقدرت تتنطقه وبعدها كثير من التعليقات قالوا ربما أنه حرام واشدرت لأنه رقيت سيدة وبدون حائل وكذا حبينا منك لو توضح لنا شوية الأمور أولا أنا وضعت يدي فوق حائل فوق حائل وليس فوق رأسها ووضع اليد فوق الحائل يجوز بإجماع العلماء واللي عنده عالم قال حرامي ورهن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يضرب أحدكم بمخيط خيروا له من أن يمس سيدة مرأة لا تحل له يعني إذا فوق لحمها هكذا أما فوق الحائل يجوز بعضهم قال لي كيفانا أجبت وراقين تقتلوا عليهم السيدة لأنها السيدة بدون حائل إذن فوق الحائل يجوز وأنا فعلت ما هو جائز والحمد لله بالعالم شكرا لك شيخ يعني رقية صحيحة وفي إقار أنا كنت بتمنى يدعي لهذا المرأة اللي كانت مسكونة بالشفاء ما يروحوش يتلهوا بالتفاصيل يجهلونها قاع الناس يتفتي يجوز مس المرأة فوق حائل للطبيب أو للراقي صحيح فوق حائل أعود فأقول فوق حائل صحيح أستاذ حلقة الجن كان لها صدق كبير وتأثير وتفاعل كبير طبعا ليست مرة الأولى مرة الأولى ولكن أيضا شيخ بالمناسبة أنت شفت في هذه القضية فقط ولكن أنا شفت في كل حادثة كل الناس تفتي نعم يعني بعمر 18 سنة 20 سنة الطبيب مسؤول بدون عمل يبيع الفواكه كل الناس وكأننا نعيش في زمن مانيش عارف الميزة تعوى أن الكل يتكلم الكل يفتي الكل يفن في كل شيء وإذا تعلق بالطب الناس قاع أطباء ولما طاحت الطائرة العسكرية الشعب قاعوا له علامة بما يتعلق بطائرة عسكرية ولما تكلفت واقع يفتي المهم الفائدة إحنا باش منظر محتوى أنا وضعت يدي فوق حائل نعم صحيح